احنا انتهزنا فرصة انه النهاردة اليوم العالمي لهذا المرض علشان نوعي به ونتكلم عنه اكتر ونعرف ازاي ممكن نساعد هؤلاء الاشخاص بينضامي لينا على التليفون الدكتور ابراهيم كامل استاذ جراحات التجميل والحروق والوجه بجامعة عين شمس مساء الخير يا دكتور أهلا بحضرتك والنهاردة منتكلم الحقيقي على موضوع يستدعي ان احنا نتكلم عنه مرض المهق عايزين نتكلم عليه من حيث يعني حجم انتشاره يا دكتور وكمان ايه هو هذا المرض وبيصيب مين من البشر يعني هو المرض ده مرض وراضي بينتشر في عائلات معينة وبيكون ليه طوارف عن طريق الجينات ولكن انتك تخيالي والسادة المشاهدين يا يسوكو عظم ربنا في ان هو بيخلق لنا مادة الميلانين اللي هي سد لون السبغيات في جسمنا انها طبعا انواع الجلد عندنا من واحد الى بيتنا كل ما لون الجلد بقى واحد اتنين ثلاثة يعني ده جلد اللونه فاتح زينا وزي البحر المطراطي زي المطريين لما ده جلد يخمق شوية بنخص زي اللون الجلد الحفريقي اللون الاسمر ثم الاسود تدرج الالوان في تدرج الميلانين طبعا ده فائدة عظيمة جدا عشان كده ربنا اجملها انها تحمل جلد من السرطانات اللي يتكون ديه سرطان وتحمل جلد كمان من مشاكل كبيرة جدا وعشان كده المرضى اللي ما عندهم المشكلة ده اللي هو عدم وجود صبغ الميلانين النتيجة ان هم بيبقى عندهم الجينات الورقية مش موجودة بيحصل عندهم مشكلة ان يبقى جلدهم كلهم مفوش طبغي اللي هو معضلة تماما بالكامل المادة دي فيها نقص كامل في جسم يعني الاشخاص المصابين بالمرض ده فقدان تاما فقدان تاما فقدان تاما في الصبغيات ديه وبالكالي المرضى دول عندهم مشكلة طبعا التنمر ده ما قلت حضرتك وعندهم مشكلة لهم جريب على باقي المجتمع اللي هم فيه بنحتويهم طبعا وبنحاول نجيهم الدعم النفسي والدعم المعنوي مفيش علاج يا دكتور لهذا المرض يعني احنا بنتكلم في مرض يعني بيتولد به بعض الاشخاص نتيجة يعني وجود شيء ما فيه جيناتهم لكن مفيش علاج ممكن يحسن من اوضاعهم شوية في بعض العلاجات اللي ظهرت عن طريق حقن الخلايا الجزعية اللي بتقعد على تسوين خلايا اللي بتفز الميدانين لكن لسه مجالس ما استشارتش للصورة الكاملة لكن المرة دول مشكلتهم في حاجة تانية باعش ما تعطف معهم أكتر ان التعرض لاشخاص الشمس الأعادية حتى بيعرضهم انه ممكن يتكون عندهم سرطان في الجلد والسرطان في الجلد هنا ممكن يبقى سرطان عميس وأجريبس يعني هم ما ينفعش يتعرضه تماما يا دكتور للشمس؟ هو بيتعرض للشمس لما بيتعرض للشمس حتى الشمس البقسيطة ممكن يجينه سرطان للجلد وسرطان الجلد هنا بيبقى ممكن يتقعنيس جدا يوصل للكبد ويوصل للأمعاء وللنعدة فبقى المشكلة كبيرة جدا عشان كده المرضى دول دايماً يتموهم عدو الشمس انه هو مايقدرش يتعرض في دين الشمس نتيجة ان العين بتاعته مايقدرش يبصد الشمس رقم يتقعينه يتومش باقيات رقم يتقعين ان جلده ممكن يخطله سرطانات الجلد طبعا اي تاني بيعاني منه يا دكتور مرضى المهك غير فكرة انهم معارضين بشكل كبير للاصابة بسرطان الجلد يعني معارضين لاي تاني من الامراض او كمان نتكلم على اللي بيعانوا منه بالفعل بمجرد ولادتهم يعني احنا عرفنا ان بيكون في مشكلة في الابصار اه بيعانده مشكلة ان هو يبصك في النور القوي او النور العادي اللي احنا ممكن نبصك فيه نتيجة المستضغيات مش موجودة فعشعة الشمس او عشعة النور بتخش كميات جيرة بتضايق عينه بتضايق الشركات النقطة التانية كمان نعم اعرض لامراض الثاني حدا بيجيه انتهاءات كتير للجلد بيعانده امراض منعية مستشرة في الجلد بيعانده مرض مصاحب ليه زي امراض المتغازمة اللي بيحصل فيها في الحمراء عنده اللي دي امراض ممكن تحدث عنده دايما احنا بتقول ان عظمة ربنا اللي خلقنا انه ما بيخلق الحاجة عليها نتيجة وفايدة مهمة جدا فسيكتبه ازاي ان احنا الجلد بتاعنا لما بيكون في طبرة الميلادين ازاي تساعد على ان تحمينا من الحالات كتيرة جدا ودي حتى بيجيبا كمانده امراض تالية غير المرض اللي بنتكلم عنه اللي هو البيناس يعني عارفة كلها مريض الحروق تعالى لما بيحصل له حرق نتيجة الحروق طيب مع الاسف وإحنا النهاردة بنحسن يعني او بنغير من ثقافة هذا المرض والتعاون مع هؤلاء الاشخاص المصابين به فيه ناس بتعتقد ان هو مرض معدي فبتخاف منه وتبدأ تخاوف كمان اطفالها ان هو ابعد عن الشخص ده ده شخص مختلف بلاش نقرب منه والكلام ده كل عايزين نوضح النقطة دي هل هو مرض معدي؟ بالعرض هو مرض معدي تماما في المعات الراقية بيعملوا للأطفال والناس دي مجتمعات ويضخروهم مع المجتمعات العادية وبيبقوا قريبين منهم جدا بيبقوا دعم عطوب بالتمرار ودائما لازم لهم فقصات بالتمرار عشان نتمن ان الجلد عندهم مازال كليم كمان حاجة مخيفة جدا التنمر التنمر دي مشكلة نفسية فهي جدا تحيب الناس دي لازم احنا نخلي بلنا منهم ونحفظ عليهم ونوعي انه ما نشوف حاج فإحنا لازم نحمد ربنا ونشكره ان احنا خلقنا بصورة كويسة وما خلقناش بالصورة اللي الإنسان دوت عليها فدي نعمة من عند ربنا لازم نحفظ عليها ونحمد ربنا عليها طبعا وانحنا نراعي هولا الأشخاص وما نكونش عبق عليهم أكبر ولا يعني نقزم الأمور عليهم أكتر بعد معاناتهم بالفعل من هذا المرض أنا بشكرك جدا دكتور إبراهيم كامل أستاذ جراحات التجميل والحروق والوجه في جامعة عين شمس وخلينا نأكد ان دايما اختلاف المظهر ملهوش أي علاقة بالجوهر يعني في الأول وفي الآخر ده إنسان ربنا آخر يعني قرر ان يكون ليه شكل مختلف لكن هو في الأول وفي الآخر ليه جوهر احنا نتعامل معاه فاحنا النهار ده انتهزنا فرصة ان النهار ده اليوم العالمي لهذا المرض نوعي به وكلنا يكون عندنا ثقافة تقبل الاختلاف ما نكونش عبق وما نكونش كمان بنمارس التنمر على هؤلاء الأشخاص